موسيقى شيع الجماهير غفيرة رفات الشهدين عادل وعماد عوض الله في مدينة البيري بعد احتجاز رفاتهما 16 عاماً فيما يسمى بمقابر الارقام الاسرائيلية كما شيع اهالي جنين رفات الشهدين عز الدين احمد المصري وتوفيق هاشم عارف محميد بعد 13 عاماً من الغياب تقدم مركز القدس للمساعد القانوني ب156 التماس في الاسابيع الماضية امام المحكمة العليا الاسرائيلية نأمل ان يكون عام 2014 عام انجاز نوعي قانوني ثاني حتى على طريق اغلاق هذا الملف وكان الشهداء الاربع نفذوا عمليات فدائية ضد الاحتلال ومستوطنيه اسفرت عن مقتل وجرح العشرات خطط ورفذ العديد من العمليات الجهادية البطولية ضد الاحتلال وقد اثمرت جهود الحملة الوطنية لاسترداد جثمين الشهداء عن تحرير 122 شهداً وثلاثون منهم بفعل الجهود القانونية بالاضافة الى 91 بفعل الجهود السياسية والديبلوماسية فيما الانتظار سيد الموقف للإفراج عن تسع رفات آخرين ضمن اطار دفعة الإفراج الأولى وبهذا يتبقى 259 جثماناً لا تزال محتجزة لدى حكومة الاحتلال بالاضافة الى 65 مفقوداً يرفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم من مدينة البيري نزار حبش تلفزيون وطن